التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأربي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأربي جوزيب بورال والوفد المرافق له تناول اللقاء منقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأقليمية والدولية الراهنة وانعكاسه على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط التقى الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي في مختلف المجالات مشيرا إلى حرصه على أهمية تنصيق الجهود وزيادة أفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا من جانبه أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبي